اشتركوا في القناة وتشديد الرقابة لضبط الأسواق من خلال حوارنا النهاردة مع المهندس عبد المنعم خليل رئيس القطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أهلا بك معنا أبو شوانس كل سنة وحضرتك طيبين والشعب المصر بخير وأمن والسكرار إن شاء الله طبعا كل سنة وحضرتك طيب بس طبعا يعني احنا عايزين نتطمن عن أوضاع الأسواق دلوقتي يعني عايزين نبدأ بعمليات يعني الضبط اللي تمت وعمليات الضخ من الوزارات والهيئات هل نقدر نقول إنها قاتت بسمارها؟ طبعا قاتت بسمارها يعني بسمار جيدة جدا جدا والدولة اللي عدت جاء أحد كورونا عدت بسمار في زل الأزمة منذ تلال شهور وإحنا على السعداد لشهر رمضان المبارك إن زي ما حضرتك عارفة شهر رمضان بيحتاج استهلاك 50% أكتر من الشهور الأخرى من العداد اللي يعني الرمضانية يعني نسبة استهلاكنا في رمضان بزيد بنسبة 50% آه عكس نسبة بيرة جدا طبعا فكان لازم استعدادنا مع الوزيري أجتمع مع المنتجين والمستوردين وأصحاب المصانع عشان تأتي في تخفضات الموجودة حاليا من 20 ل25 لبعد الحين 30% من المنبع الرئيسي أو من رأس الهرم لتصل إلى المواطن وبعد تم الاتفاق مع السادة المواردين والمستوردين وأصحاب المصانع إن التخفضات تم برضو عقد اجتماعات مع أصحاب السلاسل والشركات العارضة معنا لتصل زي التخفضات إلى المواطن فان وبالفعل حدث أن تم استداد الأهل معرض أهرمضاني اللي يبدأ يوم 24 بدري سنادي شوية يعني ولا دا اليوم دا الموعد الطبيعي لا مش الموعد الطبيعي وكننا فروض بنبدأ يوم 24 مارس حتى 1 إبريل بأرض المعارض دا تحت العاية دولة رئيس مجلس الوزراء ويد مع الوزير التجارة الداخلية ومع الوزير التجارة الصناعة وتحد الغرف التجارية ولكن للظروف اللي حضرتك أشرت عليها الظروف كورونا وظروف الحر وظروف السناء اللي بتمر بالعالم أوجه دولة رئيس مجلس الوزراء بفتح المعارض المبكرة وفعلا تم البدء في المعارض من يوم 15 في جميع أنحاء الجمهورية في كل المحافظات وكل الكرة والنجوء وإن كانوا المباقي أول أمس فاتحين في معارض في الألوبية في المؤسسة وفي الجين وفي أناطر وفي بانها وبكرة إن شاء الله عندنا عدة معارض في الجيزة في الافتتاحات وفي كل يوم وفي كل ساعة في الغربية في الشرقية جميع المعارض بدأت بقالها أكتر من أسبوع في جميع المحافظات بتغفضات من 20 إلى 25% وهذه السلع تم الاتفاق عليها لتكون بنفس الوزن وبنفس الموصفات وبنفس الجودة في جميع أنحاء الجمهورية اللي قادة بسي مرة اللي احنا دفعنا السنة دي تبقى لتغفضات القيادة السياسية زيادة عدد المنافذ وزيادة عندنا بالأرقام عدد المنافذ أدئي وعدد المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية 8000 منفذ وده رقم غير مسبوك كان السنة دي تم نعمل وزارة التوميين دفعت ب1300 مجمع استهلاكي المجمعات دي موجودة في وجه بحري باسم الشركة العامة لتجارة الجملة موجودة في وجه إبلي باسم الشركة المصرية تجارة الجملة والقاهرة والجيزة موجودة فيها النيل والأهرام واسكندرية في اسكندرية تم الدفع ب500 فرع جمعية اللي هم موجودون في القرى والنجوع لتكون هذه المعارضة متواجدة في كل مكان في مصر تزامنا مع هذا الوقت تم الدفع ب300 سيارة متنكلة تحمل ماتين ونص وخمسة مواد غزائية فها تخفضات بنفس السلع الاستراتيجية في المناطق الأكثر احتياجا وفي المناطق الأكثر سكانا وممكن يتم تغييرها من حسب الظروف وحسب الطلبات من وقت الآخر من شارع لشارع أو من مكان يعني بيتم ممكن تغيير أماكنها على حسب أي مدير مدرية يمكن يوجه السيارة حسب المناطق اللي هو محتاجة ناك أو المناطق اللي مفيش فمعرض الفاشد تم الدفع ب160 شادر على مستوى الجمهورية والشوادر قطت بالسمار جيد جدا تخفضات هائلة والناس يعني بصراحة القطاع العام والقطاع الخاص تكتف كله مع بعض السنة دي تعني أنه سنة دي معانا 1250 فرع من السلاشة التجارية الكبرى زاد 1800 فرع من المحلات يعني القطاع الخاص نقدر نقوله إنه هو كان متعال ومشارك معانا اللي ننتر في هذه الغرفة التجارية بيجي بيعمل جزء من الهايبر أو السور ماركت من مساعد 50-60 ويحط البنر بتاع أهل رمضان ويقارد نفس السلع المتفق عليها بنفس التغفضات اللي موجودة في كل فرع ودي كانت يعني أتب بسمارها إنه برضو إنه تم دخل كميات كبيرة جدا وإمكان فيه إجبال شديد وكنا فيه ناس يعني اللي استعجلوا ورح يشتروا من قبل المعر ساعة أول ما بدأت الحرب بين الرز وإوكرانيا رجع النهاردة ندوم لأنه نحن قلنا فيه معارض وفيه تغفضات والأسعار اللي لها ترجع التاني يعني هم تشتروا بقى بالغيل تشتروا النهاردة زيست الزيت ب24 جنيه اللي كانت بتبع ب29 جنيه الرز بيت ب7 جنوة 60 قرش السائب والمعبق ب8 ونصر الأسعار يعني بشمونت عايزين نتكلم على الأسعار بنتكلم على تخفيضات زي ما قلتلي أنه يعني من 20 ل 25% هل احنا بنتكلم على تخفيضات بقى يعني الأسعار العادية وتعمل عليها تخفيضات ولا ولا يعني من ارتفاع الأسعار سؤال حضرتك ممتاز جدا يعني كان فيه حصل يعني موجة من الأسعار هنتكلم عنها طبعا بالتفاصيل ولكن تدخلت الدولة بقليتها بالرقابة بالأجهزة باجتماع الوزارات وتم الدفع بالرقابة شديدة يعني الحملات وتكسيف الحملات رجعنا الأسعار اللي تم زيادتها في زي الفترة يعني كان هل كان الارتفاعات دي عايزين نتكلم على الأمثلة يعني ناس كلها كان بتتكلم على ارتفاع الأسعار في الوقت ده هل كانت يعني ارتفاع الأسعار ده مبرر بسبب الأزمة العالمية لا غير مبرر طبعا هما فيه أزمة وفيه ظروف ولكن مصر لن تتأثر كثيرا لأن احنا مجهزين استعدادات رمضان من تل شور شغالين عليها تمام فالنهاردة اللي نزل ده يعني ما عاجدش بعد الحرب موجود فالنهاردة كان فيه بدليل اللي ما حدث في الدقيق تراجع الدقيق لثمانية ونص بدر الاثناشر تراجع الرز سبعين لثمانية ونصر واربعتاشر الى النهاردة الرز السيب بسبع جنوش تقرش وبعد المنافس بثمانية ونصر اللي هو المعبأ السكر اللي وصل الى 12-13 بيه في المعرب بـ 10 جنيه اللي شوفت طبع البيت ده أنا في المؤسسة بعد بـ 48 جنيه ففيه تراجع فيه الأسعار نتيجة الضغط بالحملات والرقابة وضخ كميات كبيرة من السلعة استراتيجية في المجمعات الاستلاكية بالتغفضات بنفس الأسعار السابقة لأن الوزارة أو الشركة القبضة اللي عندها تعقودات طويلة الأمد وتوريدات فما احنا ما زودناش الأسعار في المجمعات خالص نتيجة الحرب يعني ما زادتش عندنا وبرضو تأثير الحرب لسه لا ما يظهر لأن البضاعة دي موجودة من فترة وداخل البيان من فترة اليميش ما هو داخل البلاد بقاله ست شهر وثمان شهر لأن تخش الجمارك وبتقعد فترة وتاخد إفراج وبتنزل السوق فالنهاردة قتل بصمارها بالضخ كميات كبيرة والتوجهات اللي هو اللي هي من كده السياسية بزيادة عدل منافس لا ننكر أن حصل تنصيق كامل ما بين المزارات دي عايزين نتكلم عليه ما هي الجهات المشاركة في عملية يعني الرقابة وضبط الأسواق وإزاي تم تجديد الرقابة في الفترة دي لعودة الأسواق مرة أخرى تم تجديد الرقابة من خلال أولا الاحتقار عدم منع اللي يتبتع على البيان حد يقفل المغزن بتاعهم ما بفتاح شيء كل ده الأسعار وهم حاجة كانت في الأسعار أن عندنا مفتشين فاهميني أنا عندهم خبرة أن أنا عند السعر نهارده تبقى للقرارات 236 2017 عشان أنا في التفاقية جات ما نفعش أحطي ده السعير الجاملية فكنا حطين هذا القرار لضمان استمرار الأسعار بالأسعار مناسبة في اللوقت المناسب إزاي أنا بشوف النهارده مفتش عنده خبرة شوف الكيس المكورونة ده لو هو ويبالسعر مكتوب مكتوب في بعض السلع هل في بعض السلع؟ بعض السلع مكتوب على الكيس مكتوب عليه سعر المصنع وسعر المستهلك بعد السلع يصعب كتابتها فأنا تبقى للقرار ده محطوط في الفاتورة اللي هي طالعة من المصنع ما فيه اتفاق حاجة ده طالعة من المصنع لازم يكتب في الفاتورة سعره في المصنع كام وسعر المستهلك كام في خنف الفاتورة اسمها سين بهم يمت سعر بقى المستهلك فأنا بروح أشوف الكيس اللي عرف في المكورونة بربعة جنيه هو كاتب خمسة وبربعة في الفاتورة هنا بقى زياد فأنا أنا يخش تحت طائل القانون والمحاسبات ويتعمله انتخاذ لجاءة القانون يضده أو عدم الإعلان عن الأسعار ده دور ده مشكلة لأنه ممكن أنت سبب لي إحراج أنا الداخل في جيبي عشرة جنيه ومعرفش السلع وكتوب عدتهم جدت لده بـ 12 فتسبب نوع من إحراج فدي برضو لازم يكون هناك إعلان عن الأسعار أو عدم إصدار فاتورة من الشركة ده مشكلة كبيرة جدا برضو تعرض لها الشركة أو عدم مطبط المواصفات أو عدم الغش التجاري في مكونات السلعة أو مطبطها للمواصفات القياسية المصرية كل ده تم تراجع وبناء عليه تم تراجع الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الحرب زي ما حضرتك شفته وأشارتك في المجمعات وفي المعارض بتاعتنا وده كان نتيجة عمل شاق بين الجان التنسيق ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والتحاد الغرف التجارية التنسيق ما بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية النهاردة لو نزلت الشارع هتلاقي معرض أهل رمضان وزارة التموين معرض كلنا واحد لوزارة الداخلية وسيركوا وزارة الداخلية هتلاقي منافس تحية مصر النهاردة ألف عربية موجودين أو أكثر من ألف عربية موجودين من عربية وزارة الدفاع في الشوارع والقرى تقدم برضو بتخفضات عالية منافس وزارة الدفاع لها جهاز خدمة وطنية وزارة الزراعة بنافذها وعربتها كل ده عمل مجهود غير عادي وغير مسبوك في ضبط الأسعار في خلال فترة الماضية يعني إحنا عايزين نتكلم برضو على عمليات تشديد الرقابة ما هي عقوبات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والأكتار بشكل عام نقول لك يمكن في الأيام الفاتح حصل فعلا فيه بعد أكتر من ستين تاجر طم ضبطون من خلال هذه الفترة وخذوا في عقوبات ما بين اثنين وخمس سنوات فورا النهاردة كان الأول في الظروف العادية ممكن ده أنزل الجلسة لا ما فيش الكلام ده النهاردة ممكن لسات المشرر للجليل النائب العام أصدر توجيهات وكده الدورية برضو تساعد فيه عمليات ضبط الأسواق بالتصرف في أي سلع بتنمي ضبطها تم بيعها للجمهور المستالكين بسعر رسم المجمعات وده برضو خطوة يعني إيجابية جدا جدا الحاجة التانية أنه بتحبس فورا ما بطلع شيء وبينزل ينزل الجلسة ومحبوس دي برضو أدت إلى الرضع الكبير في الشارع المصري لعدم الاحتقار وعدم وكده كل هذه الأمور أدت إلى سمار أن تواجد السلع ورجوع الأسعار إلى معدها النهاردة الرقابة يمكن مش عابق حضرك يعني مفيش غلق دلوقتي لأي حد ينزل السلاسل للتجارية من هذا المنبر أحب أوجيه رسالة برضو النهاردة عشان الناس تبع فهمها أنا بحب النهاردة بنطبق القرار 21 ساعتين وعشرين لو قررت المجلس الوزراء بتسعير الخبز تبقى لتوجد في 5 طرق ساعة فتاح سيسي رفع العب عن المواطن المصري سعر الخبز السياحي الخبز السياحي اللي هو الممائز أو الفينو تم تسعيرته تم النهاردة العمل بالرقابة والدفع بالرقابة على الأسواق والمخابز النهاردة عاو زواجيه رسالة برضو أي واحد من الناس اللي قفلت لجاتها أو قفلت على بضايتها النهاردة هيلقوا عقوبات وهيلقوا بطبع رد فعل غير عادي في خلال الأيام 48 ساعة القادمة يعني هل نقدر نقول إن السعر اللي محطوط دلوقتي سعر مناسب بالنسبة يعني لأصحاب المناه 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 وكمان بالنسبة للمستهل للمستهل بحيث أن يكون فيه عادل في الأسعار لازم يكون فيه سعر عادل النهاردة يعبدك على سبيل المثال الخبز أعمل خبز النهاردة بخمسين قرش وخبز بخمس وسبعين قرش وخبز بجنيه وكله اللي هو المعبق بـ 11 وربع ما طلعتش عشوائي نتيجة الدراسات الديء بكذا العمالة بكذا النقل بكذا التعباء بكذا الخبز بكذا الكهرباء بكذا كل ده الحسب وفي الآخر إن الشوالي الديء بيطلع 3000 رغيف سعر رغيف كذا يبقى تكلفة 43 قرش يبقى بيع المستهلج بخمسين قرش يبقى عملنا تكلفة 43 عملنا هامش ربح السبعة يبقى يبقى سعر عادل لصاحب الفرن وسعر عادل للمستهلج في النهاردة ده سعر وبالناشد الصدق صحاب المخابز قال اتزام بالقرار 21 بالإعلان عن الوزن والسعر في مكان ظاهر للمشتري لأن العقوبة 100 ألف جنيه حد أدنى وخمسة مليون جنيه حد أقص بما يتعارب بما لا يتعارب مع عقوبة أشد عقوبة في أي قانون آخر يعني ممكن يكون في عقوبة في قانون آخر طبع عقوبة الحبس فالنهاردة إحنا لن نتمنى أن نلجئ كلنا لازم نتكاتل وكلنا لازم نشتغل من أجل الوطن وكل أزمة عالمية ليس هي أزمة داخلية وإنما أزمة عالمية طب البعض بيتساءل يعني هل إحنا عندنا فعلا مخزون استراتيجي آمن للسلعة الاستراتيجية نهاية بقول لكم هذا المكان اللي أنا عاده في لجنة الموجودات في هذا المجال يعني المخزون استراتيجي من ناحية في مصر أنا بأؤكد وقتها في كزامران آمن جدا جدا أنا بقول لها آمن جدا جدا يمكن الدولة عملت خطوات السباقية من فترة كبيرة جدا يعني سبحان الله من فترة وفي خطوات سباقية لأن في إدارة أزمة النهاردة وفي إدارة إدارة بطريقة استراتيجية بحتة ومستقبلية إزاي هنقول قرار اللي صدر قرار للفترة الفترة دي بمنع تصدير الفول والما كورونا هذا القرار ليه من أجل تأمين المخزون استراتيجي للمواطن المصري النهاردة اللي حصل في السكر زراعات التعاقضية والحافز بزيادة 100 جنيه للطن القصب 75 للبنجر قد لزيادة لتوريد القصب للسكر والبنجر النهاردة اللي عمل لي اتفاق ذاتي أو شاب اتفاق ذاتي من السكر وعندها الحمد لله رصيد ما بدهاش نستورد ألا بعد يعني جزئات السكر اللي هي تخش في صناعات الأدوية أو في السكر البني وكون عندنا يعني الأمور هادية جدا وعندنا مخزون استراتيجي قد عندنا ده مخزون مدة قد إيطالي عشر شهور ونص عشر شهور احنا بنسالك 3 مليون و2 من 10 طن والحمد للدول المتوجدين تبقى ما فيها استهلاك رمضان اللي هو زيادة 50% كل ده درسات معمولة والسنة ده وصلنا 600 ألف فدان مزرور بانجر هيجيبه 1 و4 من 10 مليون تن سكر وده رقم غير مسبوك نتيجة زراعات وقضية وإن الحكومة قدت السقة للمزارع إنه يزرع السلع المحلية أو السلع استراتيجي للمصر لو الأمح برضه عشان الناس عندها تخوف ممكن أن نخلش في موضوع الأمح الأمح عندنا مخزون استراتيجي 4 شهور وممكن برضه في 5 رئيس عمل حاجة جيدة جدا في خطوة السباقية السنة دي إن عمل حافظ توريد للمزارع وكده أعتقد توريد الأمح يبقى إجباري 65 جنيه حافظ إنتاج زائد الدولة مزودة 100 جنيه في الأرداب بعد السنة اللي فاتت يعني 175 من 185 جنيه زيادة في الأرداب يعني المزارع هيحصل على 2000 جنيه زيادة وده تشجيع إنه يورد المحصول بتاعه وهياخد المبلغ 8 توريد في 48 ساعة ولكن برضه أوجه من هذا من هذا المكان إن لن يجرؤ أي كان هيتاجر في حبة أمح السناج الدولة عملت الإجراءات الحاسمة واتخذ الإجراءات الكفيلة إنه يتاخد المحصول بالكامل مش محصول المزارع بالكامل كل فدان هيورد 12 أرداب هو الإنتاج الفدان من 16 لعشرين هيورد 12 أرداب ما مش هيخرج عن نطاق إنه كان أي مزارع هيتخلف أو مش هيورد هيبقى فيه عقوبات بجانب العقوبات يمنع من دعم الأسمدة ويمنع من التعامل مع البني ولا يجوز لأي من شخص ما يتاجر بالأمح أو ينقل الأمح من مكان مكان إلا من خلال الجهات المعنية للشركة القبضة للصوامع وتخزين الشركة العامة للتخزين الشركة الصوامع والبنك الزراعة عشان ننقل الأمح من مكان لمكان لازم تصريح من هذه الجهة لأن النهاردة إحنا بنأمن مخزونك الاستراتيجي حاجة تانية يعني أن الدولة بتاخد منك الأمح بحافظ زيادة مية خمسة وسبعين جنيه عشان تدهولك للشعب المصري الرغف بشيلن اللي بتحط له دعم واحد وخمسين مليار جنيه بجانب أن هذه التكلفة هذا العام كلف الدولة خمسة عشر مليار جنيه زيادة والدولة خدت إجراءات من في خلال تمانية واربعين ساعة اللي فأدود إجراءات يعني حاجات وحافظ لتكافل وكرامة والمعاشات الجمهوريكي كل ده اتأخذ إجراءات سريعة لتأمين المخزون الاستراتيجي التحول من الصعوب من الشعون الطرابية إلى الصوامع الممكانة الجديدة اللي بتوفر أكتر من مليون طن أمح ما يعادل خمسة مليار جنيه النهاردة الساعة السعوب أربعة مليون خطة الدولة الخطة من خمسة ونص لستة مليون طن أمح عشان أوصل بالمخزون الاستراتيجي إلى آخر ديسمبر 22 آخر ديسمبر هو البعض بيتخوف من نحن عندنا مثلا مخزون آمن يعني لحد 10 شهور في حالة أن الحرب استمرت هل ده ممكن نتوقع بقى زيادة في الأسعار الدولة ماشية في التجاهات وتدرس كل الأمور على محطوطة ومعامل حسابتها دليل أن يمكن فيه ضخ 50 مليار كنين في الفترة الماضية وعندك أكتب عندك علم بهذا الموضوع دي مناطق لوجستية لتكون مخزون آمن مش لمصر بس ممكن لقلبة أفريقيا كلها فمصر النهاردة ماشى في اتجاه صحيح للمخزون الاستراتيجي وزراعة المنتج المحلي وتعظيم المنتج المحلي بشرط أن يكون مطابق للموصفات القياسية الأوروبية طب هل في الفترة اللي فاتت تم العمل على رفع كفاءة أسواء الجملة والتأجزئة وسلاسل طبعا النهاردة سلاسل دي تأمت النهاردة يمكن عملنا ألف وخمسمائة مخزن على المستوى الجمهورية في جميع أنحاء الجمهورية هذه المخازن النهاردة ممكنة على منافس التموين وعلى منافس المجامعات السلاكية والنهاردة بيتم الاستعادة فورا عن طريق العملية الممكنة ويمكن حضرة خير دليل أو تشوفي النهاردة قد ممكن واحد يروح يجيب من الفرن نعيش النهاردة الفرن نفسه بياخد دي مسبقا ثلاثة أيام وممكن المواطن يحصل على الخبز مسبقا ثلاثة أيام فالنهاردة اتمنع التوابير توفر السلعة مخزون استراتيجي ومميكانة الفرن على المطحن والمطحن على الصومعة أدى النهاردة إلى الاستعادة الفورية لأي نقص لأي سلعة سواء في الفران سواء في المجامعات سواء في المخازن فالنهاردة هذا التوسع كبير أدى إلى زيادة المخزون استراتيجي لأقل فترة ممكنة ستة شهور ستة شهور طيب ما عايزين نتكلم وإحنا بنتكلم بقى على مواصفات الجودة إزاي بقى بيتم تحديد مواصفات والجودة مثلا للمنتجات الحيوانية طبعا أي سلعة أي سلعة عشان المواطن عارف أي سلعة معروضة في السوق المحلي تخضع لحاجة اسمها المواصفات القياسية هيئة العامة المواصفات القياسية دي وموجودة على الناس عارفة في الأمريقية بتيجي اللجان من الجهات المعنية وحد من الناس من دكاترة من الجامعة من الجامعات متخصصين في هذا المجال وبعض المصانع الكبيرة في هذه الشركات وكل متخصصات من وزارة الزراعة ووزارة التوين هيئة الطب البطري وبتقع تدرس هذه المواصفات وبالهنائية بيطلع المواصفة العامة لأي سلعة ولا يجوز عرض أي سلعة في السوق المصر بدون أن تكون مطابقة للمواصفات الخاصة المصرية وفي مواصفة للسلعة نفسها وفي مواصفات للفترات الصلاحية وفي مواصفة للقاعدة البنات الموجودة على السلعة طب إزاي بيتم يعني تحديد الصلاحية الانتجية للمنتجات بشكل عام وهل ممكن نقول أن الصلاحية دي بتختلف من دولة أخرى طبعا الصلاحية بتختلف من دولة أخرى علشان إحنا بنختلف طور العرض والتخزين أنا بحط الفترات الصلاحية تبقى للسلعة المعروضة في الدولة تبقى المواصفات الدولة نفسها لأنها بتختلف من بلد لبلد تبقى لظروف الدولة والمواصفات وطورة عرض والتخزين طيب اللحوم بقى البرازيلية والأسترالي والسوداني هل بتمر مثلا بمراحل محددة لحد ما بتوصل عندنا طبعا أنا عاوز فيه فرق ما بين اللحمة المجمدة واللحمة الطازجة وده لها معايير ومواصفات وده لها معايير ومواصفات للداب حول اللحوم المستوردة من خارج بتيجي طبعا فترة صلاحيتها ما بين المبرد بيبدأ من 14 يوم 49 يوم و70 يوم حسب درجة الحفظ وطريقة الحفظ بها واللحوم المجمدة بتاخد سنة والكبدة بتاخد 10 شهور عاوز أقول لحضرتك ما ينفعش باللغة البتائية كده تدخل أي سلعة مصر إلا بعد أن بيتم التحفظ عليها سليم أنا أعجاب من البرزي بتطلع لجنة من الطب البطري بتوقف على الدبح واللازم يكون الدبح بالطريقة الإسلامية المجمع الإسلامي حلال المجازر بتاعي المجازر بعد ما بيتم الدكاترة بيشتغس طالعا من العجولة من الحجر بحجر بيطري بعد يتم الدبح يتم التشفية كل كارتونة بقامضة عليها المعروف الدكتور اللي خينا نوقف عليها بيبقى فيه خيط محكومي للمجازر يوقف على التشفية والتعبئة تضعف الكارتين في نفق تجميل وبعد أن تبريز لقص 18 تيجي هنا مصر في المراكب لازم تخش حاجة اسمها تحت التحفظ تحت ما تمنفعش تدخل السوق المحلي ألا بعد الإجراءات بقاش في حد لو أنا ابن في سنوية عامة عنده خمس مادة مش كله مدرس بياخد المادة بتاعته برقم سري يصح ورادين يجيب بنفس الطريقة تيجي اللجان من عندنا في مصر جاد مختلفة ومحدش بيعرف الديه برقم سري بياخد عينة من هزين لحمة اللي بيفحص ميكروبيولوجيا اللي بيفحص متبقى ويات المبودات واللي بيفحص الصلاحية كل ده طالما النتيجة طلعت في الآخر سليمة في الخمسة بيطلع الأفراج ويتم تدول ولكن اللحوم لازم تكون آمنة 100% ده طبعا احنا مشددين جدا احنا مشددين جدا يعني انا لسه في موضوع المبارح كنترى مجرد اللي كاز فيه فتح صغير كنترى كله ترفض ورجعتين احنا فيه بعد احنا بنرفض الدول تانية بتاخدها احنا بنرفض رسائل لحاجات يعني بسيطة جدا ناخدها لان لن نقبل دخول سلعة لما تكون متابقة المصطفات القياسية المصرية سواء البلد دي لازم تكون برضه لها اعتماد من الهائل العامة لخدمات ربطر الحاجر بيطاري ان البلد سليمة ومعنداش اي اوباء ومعنداش اي امراض بيتم الاسترار سواء من استراليا سواء من البرازيل اي دولة لازم الاول نستطمن ان هي طبعا سليمة والوضع التامن بتاعها تم الاسترار دخلت الدولة ويتم لفراج النهائي من الهائل القومية للسلامة الغذاء والجهات المعنية يتم تداولها في الاسواق سواء بقى استوكن اللحوم المصرية بيتم دبحها برضه هنا بنجيب من السودان نفس المرعة من السودان عندنا بتيجي نتخش على المناطق الحدودية بتم الحاجر اللي بيطاري لها المدة المقررة ويتم دبحها في المجازر المصرية وبتم طرحها طازجة ولسه ما زلنا بنبحها ب95 جنيه اللحوم البرازيلي في المجمعات انا اسف اللي قد طولتها حدرتك اللحوم البرازيلي احنا عمنا على تخفضات في المجمعات ب80 جنيه اللي بره ب95 النهاردة المجمعات عاملين قاعدة لاتزان الاسواق في اللحوم والدواجن بطريقة كويسة جدا اللي عاوز لحمة هندي هلاقي ب56 عاوز لحمة برازيلي هلاقي ب80 عاوز لحمة سودان الطازع هلاقي ب95 فكل هذه السلع متوفرة في المجمعات والسوء المصر برضي متوفرة المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار شكرا بشكر كل سادة المشاهدين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة